لقد استخدمت كل مساحة التخزين في حسابك على جوجل ولن تصلك الرسائل الإلكترونية توقف حسابك على جيميل عن العمل الرسالة ديت هتصل لأي حد مننا عنده حساب جيميل مع الوقت اعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياربكم خير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب في الفيديو ده بنوضح حاجة مهمة جدا وديت هتصل لكل الناس اللي عندهم حسابات جيميل ولكن بيتصل مع الوقت فانت لازم تكون عارف الحاجة دهية طبعا حساب الجيميل يا جماعة اللي احنا بنعمله سواء ان حساب الجيميل ده انت بتستخدمه لشغل او ان انت يعني عامل به قناة على اليوتيوب او ان انت مستخدمه في اي شيء المهم انه هو له سعة تخزين متاحة بشكل مجاني وهي 15 جيجا لما بيمتلق الإيميل بتاعك ده وبيصل للحد الاقصى اللي هو 15 جيجا اللي هو المجاني بيبدأ ان يحصل معك هذا الشكل ومش هيستقبل بعد كده اي رسائل جديدة ولو وجدت لك رسائل مش هتصل لك على الجيميل لان انت ده الحد الاقصى اللي هو 15 جيجا فممكن تلاقي عندك حاليا في حساب الجيميل الخاص بيك يقول لك ان انت استخدمت مثلا 10% 50% 80% استخدمت كل المساحة المجانية اللي هي 100% فبالتالي لازم ان انت تتخذ اجراء وتكون عارف تعمل ايه اما ان انت يلا بينا ندخل بالموبايل اهوت هندخل بالموبايل علشان معظم الناس بتستخدموا الموبايل بشكل عاملي يلا هنبدأ ان احنا ندخل كده من خلال الموبايل وهنبدأ ان احنا نفتح جوجل كوروم ولو انت على اللاب توب او الكمبيوتر بنفس الشكل هتفتح جوجل كوروم وهنبدأ ان احنا نفتح جوجل اضغط على النقاط اللي فوق ديت واختار اللي هو الديسك توب سايت او عرض سطح المكتب بالعربي عرض سطح المكتب بحيث ان هو يكون معروض امامك زي اللابتوب او الكميوتر بالضبط بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ ركز معي وهنيجي هنا كده وهنضغط على المكان ده وهنختار اللي هو جوجل درايف فوق هيت جوجل درايف طبعا تأكد من ان انت مختار ايميل معين هنا يعني شبهات الايميل اللي انت عايزه ايميل قناتك اي ايميل عندك عشان تعرف استخدمت قد ايه او ان انت هتعمل ايه يعني انت دلوقتي اللي انت هتعمله ده يطبق على كل ايميل عندك هتضغط على جوجل درايف او درايف بعد ما بتضغط على درايف بيقولك اختار اي ايميل لو انت يعني مسجل دخول اكتر بالايميل فاحنا في ايميل معين هندخل عليه بعد كده بتبدأ تضغط على الشرط اللي فوق ديت بيجي لك هنا بالشكل ده كده بتلاقي عدك تحت كده اللي هو التخزين هو ظهر امامي بالانجليزي ممكن يكون عندك انت بالعربي اللي هو التخزين اخر حاجة ديت بيقولك ان انا استخدمت 5.98 جيجا من كام من 15 جيجا تمام كده ممكن يكون عندك انت 100% يعني ممكن يكون استخدمت 15 جيجا من 15 جيجا تمام على حسب ما هم موجودة عندك بالشكل انتو شايفينه ده كده انت الحد الاقصى او الماكسيمم جيجا اللي هو فري بالنسبة ليك هو 15 جيجا بايت يعني ممكن يكون عندك الشرط اللقب الازرق ده مكتمل للنهاية او الى النص على حسب بتبدأ ان انت تضغط على التخزين او وبيجي لك هنا بالشكل ده كده بتنزل لتحت بيقولك وقت انت مستخدم اللي انت مستخدمه وعندك هنا بيقولك بيقولك تقدر ان انت تشتري مساحة تخزن فيها لو انت عايز لو انت عندك الايميل اللي عندك ده فيه حاجات مهمة وضرورية ومش قادر ان انت تحزف حاجة منه فتقدر ان انت تشتري مساحة بيقولك هنا هو اللي هو ان انت تشوف كل الخطط الموجودة تبدأ تضغط عليها كده وتبدأ ان انت يجي لك بقى هنا الخطط اللي انت تقدر تشترك فيها على حسب ما يتناسب مع متطلباتك ده اللي هو هتدفع فيه وهنشوف دلوقات المجاني بيقولك عندك تقدر تشتري مثلا 100 جيجا بمبلغ كذا على حسب بقى الدولة اللي انت فيها يبال لك العملة وتقدر ان انت تشتري 200 جيجا وتقدر تشتري 2 تيرابايت اللي انت عايزه لو انت عايز اي حاجة من دي ابدأ ان انت اكمل الخطوات وابدأ ان انت اشتري لو انت عايز تشتري بشكل منثلي او شهري او أنيوال اللي هو بشكل سنوي تمام كده ده مدفوع طيب نرجع الوراء تقدر ان انت تضغط هنا على اللي هي اخر حاجة خالص ديت وهنا بقى بيبدأ ان هو يجيب لك الملفات اللي هي واخدة او يعني استخدمت مساحة كبيرة على ايميلك بتقدر انت ترجعها ممكن تليك رفع فيديوهات عندك مخزنها على جوجل درايف عندك ايميلات وفيها ملفات مرفقة صور واشياء فواخدة مساحة كبيرة تقدر ان انت تمسح منها وبالتالي تأخذ مساحة بشكل مجاني اللي هي في نطاق ال 15 جيجا بايت بيقول لي عندي هنا هو تملف مثلا فيه اشياء يعني واخدة مساحة كبيرة اتحرك كده لليمين بيقول لي هنا برضو في ايميلات واخدة يعني مرفقات ب61 ميجا بايت هنا بيقول لي هنا مثلا اللي هي الاميلات اللي هي الغير مرغوب فيها 2 ميجا بايت هناخد احنا اكبر حاجة هنا مثلا اللي هي 5 جيجا دي نضغط عليها ونضغط على review او عرض هلاقي عندي هنا انا رفع قبل كده هنا للأسف رفع هنا حاجات فيديوهات واخدة مساحة كبيرة فيديوهات انا رفعها يا جماعة يعني واخدة مساحة هو ده اللي مستخدم عندي المساحة الكبيرة من ال 15 جيجا هبدأ ان انا اشوف اي حاجة انا مش محتاجها وابدأ ان انا اضغط مثلا كده على ايه على الفيديو زي ده كده اعلم عليه وابدأ ان انا اصغر كده شوية ولاقي عندي فوق هوت هنا delete او حسف او ممكن تلاقي x على حسب ابدأ ان انا اضغط عليها بيقول لي هنا هيتم حسفها بشكل نهائي وبشكل دائم اقول له نعم اعلم هنا واقول له ايه permanently delete او حسف بشكل ايه دائم يعني تمام اضغط على اللي هو الاحمر ده كده بالشكل ده ويتم حسف الفيديو ده يقول لك ان انا حصلت على كام خلي بالك اتنين جيجا بايت يعني الفيديو ده كان حجمه او مساحته اتنين جيجا انا كده حزفته فانا كده جالي اتنين جيجا تاني للايميل فتلاقي عندك حاجات من دي تقدر انت تشوف اللي ما مهم عندك وتعلم وتبدأ ان انت تحزف برضو نقدر نفتح هنا اللي هو فيه واحد وستين اللي هو واحد وستين ميجا ده طبعا الارقام دي يكون مختلفة عندك اضغط على review بتيجي هنا كده وتبدأ ان انت مثلا ايميل زي ده كده بيقول لك ايه بيقول لك ان هو مستخدم عشرين ميجا يعني فيه ايميل جايلي مثلا وكان عامل مرفقات لصور واشياء فمثلا نفترض ان انا اي ايميل مثلا لو عايز احزفه تمام اي ايميل من دول عايز احزفه مثلا مثلا ده كده ابدأ ان انا حدده كده وايه اجي هنا وقول له delete بيقول لك هنا سيتم الحسف وقول له I understand او افهم ان هو سيتم حسفه بشكل دائم واضغط على برضو الاحمر ده اللي هو permanently delete يبدأ ان هو بيقول لك ان انا كمان حصلت على 12 ميجا للاميل من ال 15 خلي بقى لك كله ده في نتاق ال 15 جيجا وهكذا ابدأ ان انا احزف من هنا الاشياء اللي انا ما محتاجها افرغ مساحة اخدها اشتغل بها عشان الايميل بيبقى عندي فيه مساحة لو اي حد ارسل لي حاجة توصل لي وهكذا ابدأ ان انا ازبط الموضوع ده وعندي هنا كمان بيقول لك عندك اللي سبامة هوت اللي هو الرسالة الغير المرغوفة برضو قدر افتحها وممكن يكون عندي هنا فيه ملفات واشياء محذوفة واخدام ساحة لان هي موجودة في اللي هو سلة المهملات اضغط على الشرط اللي فوق تاني واقول له البن ديت واشوف هل فيه حاجة هنا ولا لا لو كان فيه حاجة هنا ابدأ ان انا احزفها لو انا مش محتاجها تمام وقدر ان انا ادخل على الايميل نفسه واشوف الرسائل واحزف منها برضو طليل عندي رسائل كتيرة اقدر ان انا احزف منها ادخل تاني على جوجل اضغط على النقاط اللي فوق واختار اللي هو الديسك توب سيطة وعرض سطح المكتب بعد كده اجي هنا واختار جيميل علشان ادخل على الرسائل لو ما حملتش معاك ودخل اضغط على النقاط اللي فوق واشيل اللي هو الديسك توب سيطة ديت او عرض سطح المكتب اخفيها يعني يعني ما اتنشطهاش هيدخل معاك على طول وبعد كده اختار هنا اللي هو استخدام اصدار الويب اللي هو اللي تحت ده العلامة ديت او ده كده اختاره بعد كده بيجيلي هنا زي ما انتم شايفين كده بتلاقي عندي بقى هنا فيه اميرات كتيرة جدا اقدر ان انا اختار اي حاجة كده مثلا تمام كده وابدأ ان انا اعمل ايه واضغط على حسف اللي هي تحت ديت اهيت يقول لك تم النقل الى ايش للمهملات ادخل على المهملات وابدأ احذف بعض الحاجات اللي فيها تمام اضغط على الشورة اللي فوق دي كده واضغط هنا على المهملات واجي هنا وحديتها كده وقول له الحسف نهائيا بالشكل ده كده تمام ابدأ ان انا بقى اراجع ارجح تاني بقى كده وابدأ ان ارجع بقى تاني وابدأ ارجح هنا بقى واشوف اي ايميلات انت عارف بيجي لك ايميلات كتير يقول لك اعلانات مش عارف ايه ويعمل لك مرفقات لصور ومرفقات لفيديوهات وحاجات كتير جدا جدا ابدأ ان انا بقى افرغ مساحة من هنا تمام طبعا الايميل ده الايميل الخاص بيك ده بيمتلق ليه يعني بيمتلق ليه بشكل اساسي من الحاجات اللي بيجي لك عليه يعني انت مثلا ممكن تكون يعني عامل تفعيل اشعارات او كده او مشترك في اكثر من موقع بيجي لك منه اشعارات فده كله بيجي على الايميل بياخد مساحة او ان انت مثلا بالنسبة للفيسبوك لو انت مثلا مشترك بيه على الفيسبوك او على اليوتيوب مفعل اشعارات جوجل جوجل ادسانس يوتيوب رسالة اليوتيوب اي حاجة من دي بيبدأ ان الحاجات دي تجي لك تمام كده لان انت عامل استلام الملفات والصور والاشعارات وكل الكلام ده مثلا على حساب اللي هو جوجل الخاص بيك فبتبدأ انها تصل اليك على حسب اشتراكاتك وعلى حسب تفعيل الاشعارات في مواقع ومنصات ولكن عادة عادة اللي هي الحاجات اللي هي النصية النصية ما بتاخد مساحة كبيرة ما بتاخد حجم كبير بالنسبة ليه ال 15 جيجا اللي عندك يعني صعب ان انت يمتلق عندك او يخلص او تستنفذ عندك اللي هما ال 15 جيجا من رسائل نصية لكن الصور بتاخد مساحة خاصة لو صور بجودة عالية الفيديوهات طبعا رقم واحد بتاخد مساحة او اي مرفقات بي دي اف واشياء اخرى تحياتي لكم لو عندك اي سؤال اكتبهولي فيه التعليقات تحت هذا الفيديو وبنرد على السؤال لو ظهر امامنا وكان بشكل واضح اهم الفيديوهات التي تفيدك هتلاقيها موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو وعندنا شرحة قبل كده عاملينه عن موضوع كيف تستخدم جوجل درايف بالموبايل وباللابتوب او الكمبيوتر هتلاقي الفيديو هيظهر معاك في شاشة النهاية هنا وهيكون موجود برضه في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو مع السلامة